بعدما بدى المرشح الجمهوري الأوفر حظاً لتمثيل الحزب في انتخابات الرئاسة 2024 يعاني حاكم فلوريدا السياسي الصعد رون دي سانتس اليوم أرقام استطلاعاته تتدهور أمام منافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مواجهة ترامب وقع دي سانتس في فخ اتخاذ مواقفها أكثر تحفظاً وأكثر ميلاً لأقصى اليمين بعدما كان منذ أشهر بمثابة المرشح الجمهوري المعتدل وهو الفخ خطاته الذي وقع فيه تيد كروز أمام ترامب في انتخابات 2016 ارتكب دي سانتس عدة أخطاء بحسب نيويورك تايمس أبرزه إعلان موقف لين نسبياً تجاه روسيا فيما يخص الحرب الأوكرانية كما أن معركة حاكم فلوريدا مع شركة ديزني لم تساعده معركة بدأت بتقديم ديزني انتقادات معتدلة لقانون فلوريدا لحقوق الوالدين في التعليم لتصل إلى دعوة قضائية من الشركة تتايم فيها دي سانتس بالانتقام منها بسبب تعبيرها السياسي المحمي دستورياً تفادى معظم المرشحين الجمهوريين انتقاد ترامب في إطار القضايا المرفوعة ضده خوفاً من التعرض لسيل غضبه وحرصاً على مراعاة الناخبين الذين يكونون له إعجاباً هائلاً وحده رون دي سانتس انتقده ما جعله يواجه حملة غضب من ترامب ومعسكره مثلت موجة التأييد لترامب سلسلة مخيبة للأمال من الانشقاقات بالنسبة لدي سانتس لكن دي سانتس يعول في مواجهته مع ترامب على صندوق انتخابي قدره 110 ملايين دولار يأمل أن يمكنه من التعويض قليلاً عن تأخره من خلال شن حملة إعلانات على مستوى البلاد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات